موسيقى اليوم عندنا فيزيت على بيروت فان أنا وإيكا أنتونيا لدينا مجددا بشكل كبير جدد لدينا مجددا يعني مجددا جديد نعرف البنية على كل أنواع الزراعات هناك أشخاص يزرع من الأرض يزرعك تحت الإخيان بلاستيكية و هناك أشخاص يدعمها و هناك أشخاص يدعمها و هناك أكوابونيكس و هناك أيروبونيكس ماذا أريد أن أخبرك؟ كل هؤلاء يوجد في لبنان نريد أن نزورهم واحدة ونتعرف عليهم وما الفرق بينهم نحن نحلق ببيروت بناية وينما كان وفينا ستزرع بنصدين بيروت مرحبا أنتروني كيف أحوالك؟ سندر ألوش معك أنا أحبت أن أأتي اليوم لأنني أريد أن أأتي هنا في فرن الشبك بقل بيروت هيدا الكمتينر كما ترونه مع أنه من عدا أنه لونه حلو هيدا معمل زراعي هيدا معمل هيدروبونيك يعني زراعة مائية زراعة عمودية وفي قلب كنتينر يعني بجو مسكر يعني نحن من نحن اليوم عم نعمل الشمس بقلب الكمتينر عم نعمل الهواء عم نعمل الحرارة عم نعمل نلعب كمان بالبي ايتش تبع الماء نعمل نحط أكسجين لجوة للظهور تحس حالا أنه الهواء منيح من جوة فيه بلورز كمان بيهزوا الزريعات وبكل هالكمتينر نقدر نعمل 4800 زراعة بالشهر يعني كل شهر فينا نقطف 4800 لون هون اللي عم نزرع نحن اليوم بلبنين هو أكتر شيء اللي كان الخضاري اللي كان عم بيجي من بره مثل البيبي سبينيش مثل الاروغولا مثل الكيل مثل في شيء نوع عنا بعد ما حدنا نجيبه اللي هو الاروغولا واسابي يعني هون بتكون عم تاكل الاروغولا وبعدها كأنك حطيت الله واسابي وتحرحر على الاخر تخلطه مع السلطة تخلطه مع السلطة تخلطه مع السلطة ما هدف هذه الزراعة؟ الزراعة هدفها تنعمل بقلب المدينة يسموها urban وهيدي الكنسبت يسموها The Farm to Fork يعني من المزرعة للشوكة ما بتغزسل البطاعة تغرب يوصلوا وتفتح العلبة وتأكل السلطة تبعيتك هيدا الكنتينور اللي معمول بأميركا نحنا كمان وكلة هالكنتينور يعني فينا نبيعه في لبنين الحلو انه نحنا هالأتبعي أنا بالمتكالفيلد ادوين اللي هو بالفاينانس يعني نحنا مشكلنا مزارعين بس نحنا بركب تسمونا مزارعين هاي تيك هيدا الكنتينور نحنا بنلحق كيشه بقلب التليفون تبعنا والايفون اما الاي او اس نعرف شو عم بيصير نعرف اذا الزراعة عم تكبر عم صور الزراعة عم عم حرارة الزراعة هيك هيدا الكنتينور معمولة تستطيع لاخر درجة الكروب يعني اذا عندك ارض وعم تزرع ماكسموم ماكسموم فيك تطلع ثلاث مرات بالسنة اذا عم تعمل هيدروبونيك عادية اللي هو كمان هون حسب كيف هم تشتغل فيك باركة ماكسموم ماكسموم تطلع ست مرات بالسنة وان هون منطلع كل شهر يعني 12 مره بالسنة كيف حسن كل شيء كان امتماعي لذا اذا وليه نحن بقلب بيروت اما بقلب المدينة اللي هو الاربان فارمين هو لما نفوض بمصاريف ونصاريخ انه نحن وانو نحن وانو نحن بقلب المدينة او للزرارة او للدكس او للدكس و هذا الهدف الهدروبونيك في المدينة اهم شيء 4800 زريعة انجا بيخذ 10 لتر و بالسيفية مستعمل 10 لتر ام نرجع يتم تحديد 20 و 30 لتر الآن نحن نسحب الهوميدات من الهوميدات ونستعمل الماء هذا هو بسيطاً هدف بيروت فارن مزرعة بيروت الآن نحن بدأنا بخدار يلي أكتر شيء نجيب على لبنان و الآن قريباً يأتينا كمان كمان نحن بشكل ملحباً مثل البقدونس والنعنع والبقلي حسن كمان بدنا نتروديوس هالنوع اللبناني كتير معود عليها بس انه يجو يكلوه بالماغرس لوه هيدا باسيكلي شو عم نعمل هوني بيروت فارن نحن بنحكي لانجوج في كتين ما بتعرفه نشخان بليش نفسر أول شي شو يعني هايدروبونيكس يعني نزرع ازا بدنا نقول بالماء بس الهايدروبونيك فيها تكون بيخلطوا كتير اشياء فيه سويلس يلي هو تزرع برات اطراب فيك تزرع هايدروبونيكس بالأول وفيها نزرع هايدروبونيك يعني بالماء ونضعت للنبت المعادن طبعه بالماء هيدا هي شو يعني فورتكل فارنج يعني نزرع فوق بعضهم يعني عادة انت بالأرض بس تزرع ملا نقول خاس أو زعتر هيك كله فورتكل تطلع طلوع يعني الف متر مربع فينا ردهم عليه على صغير وطلع فوق بعضهم أو الالف كلهم يعني بتطلع فوق بعضهم هلأ فيها نطلع طلوع فينا نحط هيك نشوف جوه في محجرة لألك هيك مثل عنا وليد رح نزيحشيه رح تشوف رح نطلع استقصد حس حالك بديسكوتك قديمة سؤال بعد اليوم عنا كونتينر مسكر مثل ما هو انحطيته هون او حطيته بشرة او حطيته بالبقعة بيفرق شيء؟ الا اكيد في اشياء صغيرة بتفرق بس هيدا الافانتاج شو انه انت عادة انه نبتة بده هوا وبده ماي وبده شمس بس هون عوامل بده هون النبتة بره بتعمل لك مشاكل يعني شوية هوا زيادة شوية ماي زيادة وهيك هون يو كنترول كل شيء يعني احنا هون جاينا نشوف كنترول انفيرومنت يعني اذا هي هون نبتة بده ازوت هالقاد بتعطيها هون بالتربة يمكن تحطكي ميوة بس النبتة ما تاخدهم كلهم يروحوا بالأرض هون تعتعى على الارض اذا هون يو كنترول الهوا يو كنترول الشمس حتى حتى هلأ بتشوف جوا الشمس فيها كزا لون صح؟ مثلا اوقات في ويف واحدة بتعطي طعم زيادة تبعت لون الأحمر فهل قدية يمكن تحرقصهم اكتر واكتر يعني لحدا عنده قرض ببيروت ما عم بيستعملها او عم بيستعملها باركينج بتسيع بس ثلاث سيارات في المحل الكنتينر في حط كنتينر في يعيش منه ويعايش منه مش بس ايك هي الفكرة بالعالم ليه الوربن فارما بيضو ان كان هيك ان كان اقل تكنولوجيز لانه عم نعيش بكمسة اسمه يعني انت لا تكل ما بق فيه اكل حواليك صار الاكل بيجي من كينومترات وكينومترات صارنا نحنا المدن صارت صحرة للأكل فلما يكون هيدا الاشي عم نقرب لأكل على الكلام هيدا الشغلة هلا اكيد بالأول هكي فارم يعني غالية بس بعدين اكيد في عنده مردود هلا اكيد هن برخبرونا كل هالشي حكينا كتير وفسرنا كتير وصلنا سنة ونص تقريبا عم نتكي عن الموضوع انه لبنان بلد بيزراع بس لبنان منه بلد زراع مية بمية على هال اساس عنا الابقاء اللي ميحبه كتير وميحترمه اكتر بس ما بيغطيرنا كل اكيد طبعا هل نحنا اتجهنا ان يكون عنا كونتينرز اكتر كل واحد اذا قادر على سطح بناتو بالباركينج تبع وببيروت وكل المدن قادرين الرد لبنان يصير بلد زراع اكتر 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 لانه هلأ لك في ناس بينتقدوا هكت زراعات بيحسوا انه اذا كتروا كتير بيخلوا حتى الموزعين بشبال يفلوا منهم بس ببالدان صغيرة لالتسايد سنجابور مثلا كيف تعمل ميبهولة واحدة من الحلول اللي نحنا فينا انو صلونا اكيد ما فيها نزرع كل شيء لحد هادروبونيك يعني بعد ما فيها نزرع الاشياء الاساسية بس اكيد هيدا واحدة من الحلول خاصة انك انت بالمدينة متل ما قال قبل يعني عم بتقرب بتقرب الاكل من الناس ما فيه دليفري كاست كير كبير وفيك تعمل اشياء كتير ميحة هلا نحنا اكيد من ندعي للا الاربان فارمينج انجنرال عم نقول نعمل ذات الشيء ممكن مش الكل بيقدروا يعملوها بس هيدا واحد من الحلول خاصة لانتعمة كيف منعمل اذا معاننا ارادة طب بتا نشوف قديش حقه او بقديش شوقش ينطلح حق يه انتوني انا حبي بيقولكم انه مثلا هذا المشروع الذراعي مضبوط مضبوط مطنينر مثل هذا الهند حقه مئة وستسيئة بالدولار على طب بيقرضوا وابعد فيه شحن تبعوا هلا بلناس بيقولوا مئة وستسيئة بالدولار غالي الي انا فوت بالزراع بس اذا بتفكر انه اليوم باللبنان احنا ليه هالنوع زراعة منيحة باللبنان مع الوقت الاراضي باللبنان بتقل بلد صغير ما فينا نظهر منه بلدنا هذا كبرو الاراضي سيعود الغالية، الأراضي لا نتحدث في الماء، هناك تلوث في أرض لبنان، هناك تلوث في الهواء والماء في لبنان أيضاً لا يمكننا أن يؤكدنا أن الماء جيدة للزراعة لذلك، هذا النوع الزراعة سيأتي مع الوقت كبديل، في البلدان الصغيرة، جميعاً يتوجهوا في هذه الزراعة الهيدروبونيكس، الآن، هذه الكلفة جيدة فيها أن هذه الزراعة، إذا لديك ثلاث سيارات، يمكنك أن تضعها في قلب البنية، في قلب بيروت، في قلب جونية، يمكنك أن تبدأ مؤسسة صغيرة، لديك 4200 زراعة، يمكنك أن تظهرهم كل شهر، يمكنك أن تقسم هذه الزراعة على مثلاً نوعين من زراعة، يمكنك أن تعمل أربع أنواع زراعة، بذات الوقت، يعني، يمكنك أن تشعرهم كل شهر، يمكنك أن تعمل 1200 شهر بخط، يمكنك أن تعمل 1200 نعنع بخط، يمكنك أن تعمل 1200 زراعة بيزل بخط، يمكنك أن تعمل بخط، يمكنك أن تعمل بخط، الآن، ما هي الكلفة لتوقف؟ يمكنك أن الماء لا يمكنك أن تعمل بخط، الكهرباء مبدئياً هي مقبولة، ولكننا بالطبع في لبنان، في لبنان، لدينا ظروف مميزة، خاصة من الكهرباء، لذلك يحدث هنا، خاصة الآن في هذه الأيام، ولكن عندما بدأنا المشروع من سنتين، الكهرباء لم يكن لدينا هذه الأشياء كبيرة، يجب أن يجب أن نقوم بخط، تقريباً عشر ساعات في نهارة، عشر ساعات في نهارة، كانت تكلفة مقبولة، وفي لبنان، في لبنان، كثيراً غالباً، هذا يساعد، لا تريد الكثير من يعمل بخط، يعني بخط، هناك شخص واحد يجب أن يعمل بخط، لدينا أكثر من أجل، لأننا نريد أن نسخة، نحن نبيع لعالم، نبيع للمطاعم، نبيع للمطاعم، نبيع للمحلات، لذلك نريد أن تلحق هذه الأجل، ولكن هذه الأعمال، إذا كانت المواصفات، لديك عشر ساعة في الجمعة، يعمل بها، يجب أن تعمل عشر ساعة في هذا الشيء، لذا، الذكورات، تدعي كيفية ، يجب أن تبدأ تلحق التصليح التي تجذل المزيد، ونظر الناس يجب أن تحفظ مجرد ربماً، يعني هذا شخص احفظت مجرد، يؤمن حصل، ولذلك، ما يجب أن تجدحدث عن عناصف عدد، مثل الليخ، إذا كان هناك تنظر مخصص من حياته، وعند يجب أن يجب أن تحفظ بعملocal، تبدأ، هتذكر ذلك أدبيع أدبن وأنني عم نعيشته، أنا شخصياً لا أزارع زهرة في حياتي وليوم صرت بحكي خضرة و بحكي مع زراعيين وكذا لذا حقاً لبنان بحاجة بالنسبة للي بحاجة زراعة بحاجة أن يكون لدينا زراعة نظيفة ولكن هذا موضوع كبير لدينا في لبنان أننا زراعيين لا يمكننا نعرف من وين جاء الأرض ولا نعرف ما هو الناس لذا عام الأول مية بالمية surface is the answer self enclosed hydroponics is even a better answer because we can control everything we can make sure and no koleים نعم بنعمل بأصول وبنظافة وبأهم شيئ جداً هناك أنا اسم اعدون عريدا درست بالبنكه اترنشنال فينانس باس ليت حالي باقتساس زراعي كيف ليت ربكت بالطبيعة من اتركي أنا و أصغير أحب الزراعة ففدت بها المشروع مع صندرو لـ 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 مع ما أحب نحن هنا في نصف بيروت لدينا هالكونتينر ونستحكم بالتأس بقلبه لنعكس التأس الربيع خلال كل السنة مثل ما زكى صندرو نقاطه فنعشرة مره بالسنة بعدل ثلاث مرهات اللي يتلعلك اليوم من الأرض يجب أن نضح الحالة بالمنفوط يجب أن نضح الحالة ونعقم حالة قبل أن نضح لا يمكن أن نضاف لكن هناك أنت على الأرض هلأ يوجدين على المستشفى على المستشفى وثلاث كما نحن نقاط أول ترى هل سوف ترشوه؟ هل تحت جريك؟ شكرا 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 المقسم المرحلة لديك مرحلة الحضانة والأدولت في مرحلة الحضانة سوف تتخلق ثلاثة جميع ما سوف تحدث هنا؟ هناك كما ترى كما ترى سمول بلوغز ومعاملين من جوز الهند ومعاملين من جوز الهند ومعاملين من جوز الهند الخضاري التي ترى على السخر أنا أصير مرحلة سوف تتخلق ثلاثة جميع الهند سوف أضع الدوم لتخلق ثلاثة جميع خلال ثلاثة جميع قرار الدوم ومعاملين من جوز الهند ومعاملين من جوز الهند وأنجدين تدخل 20 تلوم مع خمسة عوامية في كل تلوم كما ترى لديك واحد 22 وهو اللي بيساوي 1650 شكلة على حيث واحد فاللي بيصير هون انه عندك خزان ماي مع ترمبات بيأخذ المي بيعبوها بيعبوها على تايمرز بيعبوها بفوش و بيعجع بيفضل بالخزان مع اكيد المبيدات اللي بي نزاد على الشاتلات اكيد نحن نستعمه ولا بسيسايدز ولا هربيسايدز ولا فنجيسايدز ولا فنجيسايدز شغل نضيف كنت ما شفته كان لازم منعقيم حالها بالمنفوت و من عدا هيك نحن منعكف على التقص الربيع خلال كل السنة ما زكرت قبل كيف مع النارة اللي بيحطة للشاتلات هالينارة بتسوي 16 ساعة بهنهار و البقية بيكون ليل للشاتلات و بزيادة من هيك نحن نستحكم كمان بال سي او تو جاويا بالمناخ من نزيد سي او تو على الجو تنسرع الفوتوسنتيسيس بروسسس للشاتلات تكبر و الدنما أسرع من عدا هيك نحن نتحكم بالبقاش تبع الماء بالالكترو كندكتيبتي بالكهربا بالماء بالكهربا بالماء باسيكلي والحرارة والحرارة الماء كيف كمان مع ترومبيتي بيضعوا بهالسنصرات و كل شي بيبين علينا على السكرين على السكرين اللي عمنا على اول ناحية السكرين بتشوف Air Temperature Humidity Light و CO2 بالوقت الحالي حرارة الجو 18.4 رتوبة 62 و CO2 837 لماذا؟ مبدئيا نحن بالليل للبلانس بالليل حرارة 18 رتوبة 60% و CO2 كما يكون بالجولة لأنني لا أريد CO2 في الليل في الليل ف بالنهار الذي يبدأ على السكر لأسباب كهربائية كما نستعمل الكهربائيات والترموسطات والهوميديستاد ونضع كل شيء مع الحرارة سوف نستهلك كهربائية كهربائية في الليل مرحلة النهار للشاتلات يبدأ على الساعة ستة الحرارة لـ 21 رتوبة تبقى 60% ولكن CO2 تبقى 1200 بارتس بم بم مرحلة هذا يجعلنا ننتج بطريقة أسرع ولكن بطريقة لنزيد شيء مع ستيرويد بلانتس فهلا سأقوم بكم الأدوية لدينا لونين لدينا لدينا الأزرق والأحمر ساعد الأزرق ساعد للتنمية الجزور و الأون انظر أموال سأقوم بالدوية من كابسل كم اوتكوت ومتما شايفين عندنا واحدة بلو فور افري فور ريد كما شايفين هولا عندك سيدلينج اريا ونستعمل كمين هيدروفونيك سيستم اسمه اسمه ابن فلو عندك ترمبة مي بدخه مي على هذا الفلور خلال خمس دقائية يشربوا النباتات منها خلال اوبلنجز صغار ما يصير هون مع ترمبة الماء بيقطعه بشي اسمه دوزينج فانل بهالدوزينج فانل عندك سنسرات كل سنسر بيبعد احصاقاته للأجروتاك البراتفور تبعنا ومن خلال هالالحصاقات بيندخل كيمويات بالماء ما يوجد هون هو نوترينت ا بوتاسيوم نيتريت بيتج داون ونوترينت بي نوترينت او بي نوترينت او بي نيتريت فوسفورس بوتاسيوم بورون زينك ماغنيزيوم والباقيه في ليسته ليه في اي و بي تجمد مع بعض عايز اي و بي سوى تجبعت بالماء نحن هون نحن نشوف البرتقل بس بدون ما تكون هاك ما بيقسر لانه ضوء بيش عليهم كلهم سواق ومزروعين كتير منها ماذا افوتاج هذا السيستم؟ فيك تتحكم بكيف تنزل على السوق صور انت عندك الفين خاصة بك تنزل مزيد النار هون فيك تتحكم فيها نحن نعطي البرتقل اكتر شيء شو بده دايماً شو هي بداية بالوقت المناسب يعني عايزة النايتروجين عايزة كلها عم نعطيها عم نتحكم فيها كلها عم نتحكم فيها كلها وشيء اللي مهم كتير سارو ذاكرينا كذا مرة انو بهيك سيستمز اذا تحكمت فيه منيح ما بترش مو بيديت ماناك مية بالمية ارغانيك بسام هاو ما بترش بيرجع بالتحكم بالضو عم تقتل البرتقل شو بده يعني مثلاً نحن البونسنتيا طبع كريسمس بس بتضوف يعني خليها تزهر او تصير حمرة هون ذات الشي فيك تخلي تحكم فيها تصير اكتر عند ابهارات اقل عند ابهارات اكبر طعمتها هيك فبتلحق الكنسيومر شو بده بتنزل ع السوق اكزاكلي شو عايز بدون ما تكرر هيدا الافونتاجات مظبوط غالية بس يو كنترول كل شي بده بهيدا الطريقة الهايدروبونيك او الفيرتيكول فارمينك لدينا نزرع اكتر من 500 نوع نابتات اكتر شي المشهورين هنا اللي في فاشتبلز مثل هون الكيل اللي نقول عنا الاريجولا عنا حتى مثلا الحبا والزعتر لدينا نزرع فراز وبنادورا في كتير زراعات ما فيها نزرع الاشي اللي بده تكبر متل الشجر مع انه بكتير من بلدان بلدان بلشو هلأ مثلاً يزرعوا الباريز هيدروبونيك وبلشو حتى يزرعوا بعض الشجرات هيدروبونيك بس عادة لترند هي الى اللي في فاشتبلز يلي كتير بدك ايها بسرعة يعني اربعين نهار خمسة اربعين نهار بتقطف بتنزل عسو من بعد ما الخلص عنا اصلوا شعراته لمارك بس خان بلش بيقالكم قديش طورت الدنيا وقديش تغيرت الدنيا الجمالة بتفوتوا على الضيعة على سهل على أرض وبتشوفوا الخضر وبتقدوا المزارع وبيقعد على الواطئ وبيركع وبيصير كله وصخ وهي اللي هو هلا حلو هيدا حيات الضيعة بيتمنى ارجاعيش بالضيعة بس كمان طلعوا التكنولوجيا والتطول وانصرنا بالمدينة فيها نزرع اشياء بطعمت الشبري هيد تناكل هنقص شقفة بس قربيكوا الكلب حس حالي معزي يا معا فليوس انو الباقي كله منيح جي طيبين عايز يجب نجيب الحمضات معنا يا مارك يجب نفوت على حزانة تانية من هون من هون اقرب هاي اول شعفة هاي تاني واحدة خلش تقريبين هون شي كتير كتير طيب جيد قمر ممتاز ممتاز جيد ممتاز مرق ممتاز كتير هيا 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 لدينا أربع أصناف على هذه الألواح لدينا بيبي سبنيتش وشوية واسابيا سنزرع أكتر أكيد والتاني ميل عندك بيبي كيل أروغولا وآخر لوح بيبي سبنيتش لا مش معقول هذا شيء كثير طيب ستذكروا ايونكم بحسوا حركة واسابيا مع شوية خضرة وما تلدع مثل الوزعبي العادة تخيلوا محلات سوشي في لبنان يستعمون ويلفوا فيهم الروز هيا بالسلاد هيا 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 رائع نقص جديد نقص الأمر يستعمل أبدأ سارة نحن بحثنا لذلك الferme مختلفة، ونحن بحثنا بحثنا، ونحن بحثناتج السبيلات، ونحن بحثناتج من ميزونا، المثال، المثال، المثال النبي الفيكلي، ايه، ايه، بحثنا ونحن بحثنا هماء بحثنا نحن بحثنا ونحن نقل إنجزم حسناً مؤثم collector، رأيته؟ ليس لقد اخذنا خزاقنا مقص الشعر عرويق مثل واحد في المدرسة يعملون بيكولاج حبي 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 لا يوجد تمثيل مثل ما بيعملها لكل يوم الانسبونات عم بيعملها لقلنا اليوم حبي 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 وعرويق موسيقى نحنا تفينيها محكينا عنها موسيقى كتير مهمة موجودة اساساً ريكبة انتجريتت بقلب السيسلم لانه الزريعة لازم ترتاح لازم تنبسط لازم تحس حالها انه عم تتمشى بالربيع بالطبيعة موسيقى تخليلوا عم تشتغل هون مبسوط مرتاح اي سي برود بالزيت الحرارة كل السنة القص على الإيد وبمحبة موسيقى معبلا في المنون موسيقى 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 الشغل لدرجة ماشية انه برات فاضي كله راعة السوق اليوم الصبح وبقعدتين بس افاجيكم ياهم الكيس باحترام و بتهزيب وبينضاف الكيل يوصل لعنكم على البيت اذابتكم هيدا العلبة متل ما هي موسيقى موسيقى و بتوصل تستبق الأمور انه بلاستيك و كيس نايلون يريد فينا نعمل شي اخر انه ما فيه غير طريقة واحد يحطون فيهم ريسيكل او بصير حق عشر مرات اكتر ما مننتقد نعرف الزعتر اكيد مع نعنى والخيار ليش ما منجرر الزعتر مع خلطة محلية لنشوف ساوة كيف تطلع طعمتها مع كيل مع كيل مع كيل بس بدى الأبنى لنخففها من هجهة زيت زيتون الزعتر لونه حلو منقوشة صاج كيل سبينتش اعتقد بحيط لعنى شي رائع نصف الى ونصف الى مارك ونصف الى مارك ونصف الى مارك كتير طيب هونك فاكتد ها واو يلا منقوشة جديدة على السوق الوطني كيل منقوشة زعتر بلا بندورة بلا شي نصف الى مارك لنذهب الى مارك سأخبر وأنا أحبها ولكن هناك شيء غريب فيها بل كان هذا من قبل لنهارك لتالين كي لنهارك أتيارك كي تصوير